السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبائي بقلب كل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة معنا في الجام برج الدلو لشهر نوفمبر ان شاء الله بإذن الله يقدم لك الخير والسعادة والهنى شهر نوفمبر هيدخل عليك يا برج الدلو بالتغيرات بالفرحة صلى على الحبيب عليها أفضل الصلاة والسلام كتر في الاستغفار وفي الدعاء لشان بيغير القدر اللهم بشرني بما أنتظر منك وانت خير المباشرين عايزة أقول لك يا برج الدلو ان انت ايامك هتتحسن بس لازم تخلي بالك كويس جدا بص فينجانك باسم الله ان شاء الله فينجانك مرسوم رسمي ده بيدل على التوفيق في حياتك وعلى اكتمال بعض المواضيع اللي في حياتك ان شاء الله اول حاجة يا برج الدلو انت عندك نجاح لشهر نوفمبر عندك انطلاقة جديدة اي نعم انت حاليا في دوامة وفي حيرة وعندك بعض التوتر وبعض القلق في حياتك بس الايام اللي جاية هتتحسن امورك وهتدخل في تغيير جزري بس خلي بالك من الاشخاص اللي خانوك واللي غدروا بيك علشان بيحوموا حواليك عندك حد من برج الجدي الحد من برج الجدي ده حقود وتخلي بالك منه علشان مش كويس شايفة لك كمان ان في حد عندك او حد عندك في علاقة نرجسية او شخص في حياتك علاقاته نرجسية حد مستيبك في حالك دايما بيتكلم عليك شايفة كمان يا برج الدلو ان انت هنا عندك كمية انتظار رهيبة جدا منتظر فرج منتظر تغيير منتظر فرحة الله واعلم بس عندك كمية انتظار رهيبة والانتظار ده بازن الله هيدخل عليك بالتغيير الجزري شايف حياتك عاملة ازاي والله حياتك فيها تحسن شايفة لك كمان يا برج الدلو ان انت هنا عندك خبر حلو جدا لايام اللي جاية تسمعه الخبر ده ممكن يكون خبر حمل خبر تغيير جزري خبر امور حلوة شايفة كمان انه فتاة الجدي اللي في حياتك دي اللي بالك منها كويس جدا جدا علشان ممكن تعمل لك مشاكل لا اما مرات اخ لا اما اخت لا اما حد من عندك من برج الجدي بيأزيل شايفة كمان انه من كتر الازى والظلم اللي وقع عليك انت نفسيتك تعبانة لا اما عندك وقف حال لا اما بتاكل في نفسك كتير جدا المهم ان انت نفسيتك تعبانة انت الايام دي يا برج الدلو عايز توزن بعض الامور اللي في حياتك عايز تعمل شوية حاجات مختلفين عايز تغير من نفسك عايز تقف على ارض صلبة وتشتغل على نفسك عايز تبني نفسك بنفسك حاجات كتيرة جدا ناوية تعملها في حياتك عندك كمان جرح او نغزة في قلبك من الماضي عندك حد اذاك من الماضي خلي بالك علشان الايام اللي جاي هترجع صفح قديمة تتفتع عندك ناس حد كبير في السن كبير في العمر بيدعيلك دايما بان هو يفرج همك وان هو ربنا يصلح حالك شايفة كمان ان الشخص اللي انت اخترته في حياتك الشخص ده ما كانش كويس اذاك بطريقة رهيبة ووقع عليك ظلم او عمل لك فشل في حياتك ووقع عليك بعض المشاكل كان الشخص ده علاقته نرجسية ومش كويس عايز تخلي بالك يا برج الدلو من اي حد الايام اللي جاي يدخل حياتك وما تأمنش لاي حد ابدا يدخل حياتك انت كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ مكانت عندك كمان حد من برج الحوت عمل لك مشاكل ومدايقكم وموترك بس مش عايزك تقلق يا برج الدلو علشان انت الايام اللي جاية هتلاقي بعض الامور اللي في حياتك هتتحسن انت هنا عندك سحر بالتفريق سحر بالمشاكل سحر باللغبطة في حياتك شايفة كمان يا برج الدلو ان انت عندك كان حد من برج الجوزاء الحد ده كان دايما فيه مشاكل منكم ما كانش فيه توافع عندك كمان حد غامط حد لئيم حد ما بيحبش غير نفسه دايما بيفضل نفسه على الاخرين ايوة دايما بيفضل نفسه كان على الاخرين دايما كده بتلاقي شخص كاتوم شخص حسود دعبك يعني علاقاته معاك ازتك لازم دايما يا برج الدلو تحصن نفسك اول باول عندك شخص توفى الشخص ده ازاك الشخص ده موته كان بالنسبة لك كسرة الموته كان بالنسبة لك كسرة عايز اقول لك كمان ان عندك حد تعبان ابن اخت الله اعلم عندك حد تعبان وبالك مشغول به الحد اللي تعبان ده انت بتحبه جدا وبتحاول تعمل اقصى مجهود علشان يتحسن علشان خاطر ما يحسش انه هو فيه مشاكل كان عندك علاقة سامة كان عندك علاقة تعباك جدا جدا وكانت دايما بتحس ان انت تعبان لدرجة ان دموعك يا برج الدلو ما كانتش بتنشف من على خدك بسبب ان انت كنت مأزي ايوه كنت مأزي كان عندك اهل الشريك او حد في حياتك كان بوشين كان بيلعب على الطرفين شايفه لك كمان ان انت نفسيتك تعبانة جدا واكتر حاجة تعبانة في حياتك هي العاطفية دايما عاطفيتك تعبانة ما فيش اكتمال ابدا في حاجة شايفه كمان ان انت هنا يا برج الدلو هيكون عندك انفراجة حلوة وهتكتشف بعض الأمور اللي في حياتك وهتغير من بعض الأمور كمان وهيبقى عندك بعض الأسئلة عندك حد من برج العزراء الحد ده بيحاول يأذيك الحد ده مش كويس دايما عمل لك مشاكل ودايما موقف حالك انت دايما يا برج الدلو متعرض للغدر وللخيان اي اقرب مليك بيخونه فيك وبيكله فيك حاول تختصر في حاجات كتيرة جدا في حياتك وتبعد عن الست الزنانة اللي هي اللي انت ماشي وراها انت رامي ودنك لحد يا برج الدلو والحد ده مش كويس خلي بالك علشان خاطر انت اللي هتتعب محدش هيشيل معاك فبلاش تسمع لحد وبلاش تستنى حاجة من حد انت ممكن تكون في علاقة يا برج الدلو والعلاقة دي نفسيتك فيها تعبانة وما فيش اكتمال في اي حاجة عايز اقول لك كمان ان الايام اللي جاية هيكون عندك توكيح حلو هيكون عندك توكيح سفر الله اعلم لو انت حسن نفسيتك تعبانة نفسيتك الايام اللي جاية تتحسن يا برج الدلو وعندك رجوع حد ندمان عليك وزعلان او عندك رجوع من بعض الحد اللي كان في حياتك هيعتزلك وهيقول لك انا قاسب عندك كمان هنا تسديد ديون او انت عليك دين يا برج الدلو بتحاول تسده شايفة كمان انه في حد يا برج الدلو دخل حياتك خد منك فلوس او اذاك او ظلمك اخد مالك اخد شقاك وفي ناس كتير جدا حواليك بوشين في ناس كتير جدا بنفقة في ناس كتير جدا حواليك بتلعب على كل الاطراب شايف يا برج الدلو عايز اقولك ان انت تخلي بالك كويس جدا انت عندك وصول هدف هتوصل لحلمك وهتوصل لهدفك الايام اللي جاية عندك حد من برج الاسد كان بينكم وبينه بعض المشاكل لحد ما تعمل سح والسحر ده كان بسحر التفريق من اهل الشريك ايوة من اهل الشريك عندك حد يا برج الدلو بيطلع برة بيتكلم عليك وبيعملك مشاكل ودايما بيجايب في سرطة انت يا برج الدلو اللي تعبك اليومين دول ان انت متشتت ومش عارف تاخد قرار صح ولا عارف تت يعني انت كل ما تاخد قرار بتتردد فيه وترجع ما بقيتش عارف انت دماغك فيها ايه ولا انت متشتت ولا انت قلان وحيران ولا انت زعلان ولا مخنوق ما بقيتش انت ما بقيتش قادر توصف حالتك هي ايه كل اللي عليك حياتك متلغبطة مفيش اكتمال نفسيتك تعبانة دايما بتتلاقي الغدر بتلاقي الخيانات ليك حوالي اكتر من كذا سنة بتعاني من وقف حال بتعاني من توتر بتعاني من حيرة بتعاني من حاجات كتيرة جدا لدرجة انه بعض موليد برج الدلو حصل عندهم اجهاض اكتر من مرة هصل عندهم فشل في علاقاتهم العاطفية اكتر من مرة وده بسبب العيون اللي عليك وبسبب السحر اللي معمولك بوقف الحال وباللغبطة في حياتك شايفة كمان يا برج الدلو الحيرة اللي انت فيها اللي مدخن نفسك فيها دي والمشاكل اللي بينك وما بين الاهل ده كله هيتحل في شهر 11 بسبب الخبر اللي انت هتسمعه او بسبب السفر اللي انت هتسافره شوف انت ناوي على ايه او انت منتظر ايه انت عندك كمية انتظار رهيبة عندك لهفة عندك اشتياء بص شايف بيلعب على الطرفين بس رغم ان هو بيلعب على الطرفين رغم ان انت عندك عصفورة حلوة جدا هتجيب لك اخبار حلوة والعصفورة دي انت هتكون مستمتع ان هي فعلا جايبالك الاخبار الحلوة حياتك العاطفية هتتزبط الايام اللي جاي وهيبقى عندك امور حلوة جدا والطفل اللي تعبان ربنا هيشفيه وهتلاقيه كده اموره تحسنت شايفالك كمان يا برج الدلو ان انت ناوي على خير بسم الله م شاء الله بسم الله م شاء الله بص يا برج الدلو اول حاجة انت هنا ناوي على طريق او ماشي في طريق والطريق ده الان منه يا هل ترى هيكون خير ولا هيكون شر عندك قلق وعندك بعض التوتم بيجيلك احساس ان انت مريض وانت مش مريض ايوة شايفة كمان القرين بتاعك مستيبك في حالك يا برج الدلو القرين بتاعك مستيبك في حالك دايما القرين كده بتصحى من النوم متضايق مخموق ومتوتم شايفة كمان ان برج التور وقق عليك ظلم كبير جدا ظلمك برج التور يا برج الدلو برج التور ظلمك واذاك او عملك بعض المشاكل انت روحانياتك عالية اللي بتحسه بيحصل على طول يا برج الدلو يعني لو قلت ان فلان خايم بيطلع فعلا خايل لو فلان مش كويس بيطلع فعلا مش كويس دايما عندك اشخاص بكذا وش عندك شخص كده الشخص ده غريب عنك بس منافق غريب عنك بس منافق يعني بيتكلم عليك في اذاك انت يا برج الدلو يعني بقيت مهمل في نفسك جدا بقيت مهمل في نفسك جدا شايفة لك كمان ان انت تقطع علاقاتك مع بعض الاشخاص المنافقين اللي في حياتك اللي هم بيلعبوا على كل الاطرار ابتداء من اول الشهر هتبدأ بعض الامور تتزبط عندك هيبدأ بعض الامور تحط النقط على الحروف وهيبقى القرار قرارك في كل تصرفاتك في ناس انت مش عايزهم في حياتك بس عايز تطلعهم من حياتك بطريقة كويسة عشان خاطر خلاص انت حس ان انت تعبت وان انت مش حابب اي حاجة عايز اقولك كمان يا برج الدلو الايام اللي جاية هيبقى فيه كذا اتجاه يتفتح قدامك وهتخلي بالك كويس جدا بس بلاش تقامل للقريب علشان ما بيجيلكش الغدر غير من القريبين العين عندك مش بتحسد فلوسك ولا اموالك ولا حياتك ده بتحسد ضحكتك بتحسد راحتك دايما بتلاقي كل المشاكل والضغوط عليك اللحظة الحلوة في حياتك ثانية بتتحول لبعض المشاكل وبعض التوتر شايف انه بعض المقربين ليك هما اللي بيحسدوا عليك اذا كان اخ او صديق او حب دايما بيحسدوا عليك في كل حاجة من المقربين ليك انت دايما يا برج الدلو من كتر ما هي روحانياتك عالية بتعرف الاشخاص اللي حواليك على طول من غير تردد بتعرف مين بينافك مين بيجدب مين بيخون مين كويس ومين وحش روحانياتك عالية جدا جدا وانا بشكرك على الحاجات دي ابتداءا من الايام اللي جاية من اول خمسة في الشهر هتبدأ فيه فرصة جديدة هتتحسن قدامك وهتدخل في نوفمبر امور هتلاقي بعد التغيير بس هيكون عندك ضغط نفسي ايوا هيكون عندك ضغط نفسي علشان خاط لو انت مستني شغل الشغل ده هيجيلك لو انت مستني انطلاقة جديدة فالانطلاقة دي هتجيلك عايز اقولك ان الشهر 11 كمان هيكشف قدامك وشوش لابسة وش الملايكة ايوا فيه ناس قدامك لابسة وشوش الملايكة فبالتالي عندك يا برج الدلو امور هتتحسن شايفة كمان انه فيه حد عندك هنا من برج الميزان وحد من برج الاسل زي ما قلتلك والعزراء والحود الاشخاص دول كلهم في حياتك شايفة كمان انه فيه مال هيرجعلك او فيه شراء حاجة او انت ناوي على شراء حاجة المهم ان انت هيكون عندك فلوس عندك كمان امور هتتحسن في حياتك الايام اللي جاية بس حاول تهدي اعصابك وحاول ان انت تغير من نفسك علشان خاطر انت مغدور ايوه انت مغدور وحاسس ببعض التوتر وبعض الحيرة لو انت فضلت مصمم على هدفك انت هتخسر حاجات كتيرة جدا هدفك يعني ما تسمعش كلام الست اللي هي عمالة تزن عليك هدفك يكون من دماغك ما تسمعش لاي حد مش كل الناس حبالك الخير زي ما انت فاكر مش كل الناس فاكرها بتحبك زي ما انت فاكر بالعكس هم بيبينوا ان هم بيحبوك بس هم من وراك حاجة تانية جدا وانت الحاجة دي مش حاببها فبالتالي لازم تخلي بالك كويس جدا يا برج اداله علشان خاطر الحسد مسكور في القرآن والسحر كمان مسكور في القرآن السحر وراك وراك ايوه وراك وراك ومسايبك في حالك كل ما تروح شمال يمين بتلاقيه هو اللي وقعد لك فيه فرق كبير جدا ما بين الناس يعني انت دلوقتي بدأت تعمل فرق كبير ما بين كل الاشخاص اللي بحياتك يعني بتتعامل مع الناس بطريقة مختلفة ايوه وشايف ان الايام دي انت ما بقيتش عايح حابب تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك حاس ان كل حاجة متلغبطة في حياتك وما فيش امور ابدا بتكمال لا يا برج اداله انا شايفالك انا تحسن وشايفالك خيب بس انت لازم دايما تبقى على يقين انه فيه تغيير جزر هيحصل لك وبالفعل فيه تغيير جزر هيحصل لك والتغيير ده انت هتكون مستنيه وهتفرح بيه جدا علشان خاطر انت تأذيت واقرب الازى جالك من اقرب الاشخاص اللي هم مقربين لقلبك اللي كانوا دايما عاملين لك وش الملايكة ووش الحل هم دول اللي هتلاقي اللي انت الغذر جالك منهم شايفالك كمان يا برج اداله ان انت هيبقى عندك اعتذار من بعض الاشخاص اللي في حياتك انت الايام دي خربت الناس كتيرة جدا من حياتك وده حدا كويسة جدا ان انت خلاص يعني خلاص بعدتهم عنك هم ما لقيتش منهم غير الازى انت يا برج ده له ما بتردش للأساء بالأساء دايما يعني لما حد بيأذيك بتبعد عنه احسن ولا ان انت تعمل وحش ولا ان انت تأذيه ولا ان انت تعمل اي حاجة بس برضو عندك بعض اللغبطة من الاشخاص اللي حواليك اللي هم سكنين جنبك مقربين لحياتك هم الاشخاص اللي بيحسدوك اللي هم من المقربين لحياتك انت اليومين دول بتحاول تخلص ورق في المحكمة او منتظر ورق يخلص منتظر بعض الامور تخلص في حياتك الايام دي انت اصبحت كتوم اصبحت ان انت ما تتكلمش مع حد ولا عايز حد يتكلم معك علشان بتقول انا محدش ازاني غير المقربين فبدأت ولا تتكلم ولا عايز اي حد في حياتك رغم الايمان الاوي اللي جواك رغم ان قلبك مكسور ودايما بتمشي على مبدأ ان ربنا هيصلح الحال ان ربنا ما بيرضاش ابدا بالظلم دايما بتمشي على المبدأ ده عايز اقولك ان الفترة اللي جاية دي هيبقى عندك مساعدة حلوة جدا هيبقى عندك تحسين نية هتدخل دايما هتدخل في صراح حلو جدا بينك وما بين نفسك وهتغير من حياتك تغيير كامل هتلاقي لو انت مستني يا برج الدالو شهرة فهيكون عندك شهرة لو انت مستني فرحة هيكون عندك فرحة لو انت مستني امور تتحسن هيكون عندك امور تتحسن شوف انت مستني ايه بس ليه دايما قلبك موجوع ودمعتك قريبة عليك يعني دمعتك على خدك دايما ودايما قلبك مكسور فيه شخص بعيد عنك وانت مشتقل جدا يا برج الدالو شخص بعيد عنك وبعيد عن قلبك بس انت مشتقل يعني فيه كمية اشتياء رهيبة في قلبك شايفة كمان هنا ان انت جواك لهفة واشتياء لي جواك لهفة واشتياء لي في واحدة ست دخلت حياتك خربتها واحدة ست دخلت حياتك خربتها شايفة كمان ان انت الايام بتحلم باحلام كتيرة جدا بتحلم بتعبين بتحلم بتحلم بالطيور بتحلم بتلاب بتحلم بعصفير بتحلم بحاجات كتيرة جدا وحس انه في بعض الامور اللي كسراتك شايفة كمان انه في حد بيحاول يطعن فيك بيحاول يطعن فيك من بعيد بس انت لسه ما عرفتوش ايوة لسه ما عرفتوش دايما عندك وجع في جسمك غير طبيعي يا برج الدلو من انت وصغير وانت بتعاني من وجع في الجسم ولما جبرت حسيت الهم كبر معاك مش عارف تتخلص منه ولا عارف تعمل ايه دايما بتقول يا رب دايما في كل وقت بترفع ايدك لفوق عندك علامة في جسمك يا برج الدلو عندك حسنة عندك علامة في جسمك او علامة في حياتك سيبالك اصعى شايفة كمان ان من بعد يوم 15 في امور هتتحسن شايفة كمان عندك علاقة مع برج العقرب وحصل مشاكل وبتحاولوا تنفصلوا ايوة بتحاولوا تنفصلوا علشان حس ان انت تعبت ان انت خلاص ما بقيتش قادر تكمل اه ممكن كمان الايام اللي جاية يكون عندك صلح ممكن الايام اللي جاية يكون عندك صلح اه ممكن كمان ناس تتدخل ويقول ما ينفعش يحصل مشاكل فهيبقى عندك ان شاء الله باذن الله صلح لو انت مستني صلح شايفة كمان ان انت هنا عندك شعور بالامل الايام اللي جاية وهيبقى عندك تحسن رهيب جدا التحسن ده هيصير لكل حياتك وهتدخل في انطلاقة جديدة انت الايام دي ما بقتش تسمع لكلام حد ولا بقيت عايز حد يكلمك ولا حد يتكلم معاك بدأت تقول خلاص انا عايز اكون لوحدي مش عايز اي حد في حياتي انتو ازتوني واقعت علي لاذا عايز اقول لك كمان يا برج الدالو ان الايام اللي جاية هترد اعتبارك هترد اهنتك هترد حاجات كتيرة جدا بسبب النجاح اللي انت هتعمله بس لازم تخلي بالك كويس جدا جدا من الايام اللي جاية رغم ان الايام اللي جاية هتكون شايل لك بعض المفاجآت بعض التغيير بعض الفرحة الحلوة علشان انت بجد تستاهل كل خيم ثقتك في نفسك يا برج الدالو هي اللي هتغيى حياتك وهتدخلك في انطلاقات جديدة ثقتك في نفسك انت الايام دي خلاص كتمت وسكت وقلت بس ستوب ستوب كده انتو ازتوني حسب لله نعمل وكيل فيكم شايفة كمان يا برج الدالو انه في حواليك ناس كتيرة جدا بتحبك بس انت اللي ما بقتش عايز تتكلم مع حده وبدأت تقول انا مش عايز اي حد انا خلاص تعبت وتأزيت وظلمتوني فاركنولي على جنب شوية سبوني انا هتعامل مع بعض الاشخاص شايفة انه في حد هتكلمك لاما هيستلف منك فلوس لاما انت هتكلم حد تستلف منه فلوس الله وعالم فيه فلوس في الايام اللي جاية هتكون في ايدك انت من كتر الطعنات والخزلان اللي انت مريت بيا برج الدالو ما بقتش عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك انطلاقة جديدة وعندك فرحة بإذن الله كلامك دايما بيكون بيزعل يعني الكلام لما انت بتكون متعصب ومشتاق متدايق بتكون مشتاق نفسك عندك حد في حياتك ما بيحكمش بالعدالة دايما بتحس ان هو جاي مع الاخرين عليك او دايما حتى مش مديك حق انت مشكلتك ان انت طيب جدا يا برج الدالو مشكلتك ان انت مبتعرفش تخبي مبتعرفش الداري انا عايزك يا برج الدالو علشان مواضيعك تكمل الايام اللي جاية لازم تحسن امورك ولازم تكتم والداري انت دايما بتحس بالوحدة دايما بتحس ان انت لوحدك احلى حاجة ان انت هنا بدأت تقول يا رب خلاص انا مستني منك حاجة حلوة مستني راحة بال مستني تغيير مستني فرحة يا رب انا بدأت تقول خلاص انت من كتر السكوت حس ان انت ممكن تنفجر في وقت من الاوقات حس ان انت ممكن تنفجر حس ان انت ممكن تخرب الدنيا لو انفجرت بالفعل كاتم كتير جواك كاتم كتير وبقدأت تقول خلاص بتسكت يعني مش بتسكت عن حقك لا انت بتسكت بتسكت علشان خاطر عارف ان انت لو قمت ممكن تخرب الدنيا وممكن ما بتسكتش زعلان على حاجات كتيرة جدا في حياتك زعلان على حاجات كتيرة جدا في حياتك بس عايز اقول لك يا برج الدلو ان انت عندك رزق الايام اللي جاية فيه شخص عندك متعدد العلاقات يا برج الدلو فيه شخص عندك متعدد العلاقات ودايما بتحس بالأذى من ناحيته يعني بتحس من الأذى من ناحيته شايفة كمان يا برج الدلو ان انت الايام اللي جاية في امور كتيرة جدا هتحسبها بس خلي بالك من الحسد خلي بالك من الحسد الحسد برضو شايفة ان هو مستيبك في حالك الحسد ده حد من المقربين عينه وحشة جدا عليك شايفة كمان بداية الشهر يا بورك الدلو عايز اقولك بداية الشهر هيبقى عندك امل حلو جدا وهيبقى عندك رزق وفير وكمان هيبقى عندك قرب هينزح من عليك وامورك هتتيسر وهيبقى عندك سجود لله علشان هتاخد نصيبك من الدنيا او هتاخد امور حلوة جدا او رب قادر اقولك ان ربنا هيديك انطلاقة جديدة وهيفرحك وعايز اقولك الضغط النفسي اللي عليك ده هيتحسن وهتطلع منه وهيبقى عندك انفراجات حلوة جدا بس انت دايما اقول يا رب اقول يا رب علشان خاطر ربنا يكرمك ويبعد عنك اي ازا دايما ردد الادعية الحلوة علشان خاطر انت الازا محتوط عليك حس ان فرحتك عمرها ما كملت وده بسبب الغدر اللي من المقربين لحياتك وبسبب ان هم مش سايبينك في حالك ودايما حطين العين عليك فعلشان كده لازم تحسن نفسك اول باول ناس كتيرة جدا خبيثة وناس كتيرة جدا مش حبالك الخير دايما كده يا برج الدلو هيكون عندك تحسن عندك حد من برج الكوس الحد ده في ديئة وفي خنقة وتعبان شايفة كمان ان انت تخلي بالك من علاوكة تانية دخلت بينك وما بين بعض الابراج دخلت بينك وما بين برج التور وحصل ازا ومشاكل احذر من برج التور احذر من برج التور شايفة كمان يا برج الدلو انه في حد هنا الحد ده انت وثقت فيه وحبيته واخلصتله واول مخان مخانش غير اللي ليه الخزلان ما جايش غل من المقربين لقلبك والحياتك انتبه وخلي بالك كويس جدا جدا من بعض البومات اللي موجودين في حياتك اللي مس سايبينك في حالك دايما في واحدة ست وراك وبتقولك انت فكر ان انا هسيبك تبقى غلبان حقك حقك وظلمك اللي انت وقعوك فيه بعض الاشخاص صدقني كلها ايام وربنا هياخد لك حقك ما طالت اثرت هتلاقي حقك قدام عينك بس انت دايما حصل نفسك اول باول يا برج الدلو علشان خاطر تلاقي التحسين يدخل على حياتك وينور مستقبلك انت هيكون عندك تحسن ان شاء الله هيكون عندك تحسنات حلوة جدا تحياتي لك يا برج الدلو واستنى باقي توقعاتك الفترة اللي جاية